ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعام رئاسة عضو اللجنة الثورية العليا طلال عقلان تقريرا عن الوضع الراهل لمدينة الصناعة القديمة وما يتعرض له طابعها المعماري والحضاري والإنساني الفريد من تشويه المخاطرة تهدد بإخراجها من قائمة التراث العالمي الاجتماع الذي حضره القائمون بأعمال وزارتي الثقافة والسياحة والمؤسسات المعنية التابعة لهما وعدد من المسؤولين في وزارة الإعلام والجهات الأخرى ذات العلاقة جرى فيه تدارس السبل الكفيرة بحماية هذه المدينة التاريخية العريقة من كفة أشكال العبث والتشويه الذي يطال طابعها المعماري الفريد وشواهدها التاريخية ومتنفساتها المعبرة والمجسدة للبعد الحضاري للإنسان اليمني والمسؤوليات التكاملية للوزارات والجهات المعنية تجاه الصنعاء القديمة وصونها من عبث العابثين التقرير المقدم للاجتماع أوضح حجم التشويه للمستمر والممنهج الذي تتعرض له المدينة وبات يهدد بإخراجها من قائمة التراث العالمي وحجم الضرر الذي أصابه أو أصاب مدينة الصنعاء القديمة ومبانيها نتيجة قصف العدوان السعودية المستمر سواء الذي طال المدينة بشكل مباشر أو المناطق المحيطة بها مبينا بهذا الخصوص أن عدد المنازل المتضررة حتى الآن جراء قصف العدوان السعودي وصل إلى أثر من ألفي منزل الاجتماع شدد أيضا على أهمية أن تطالع الهيئة العامة للمحافظة على المدينة التاريخية بواجباتها ليس تجاه مدينة الصنعاء القديمة فقط وإنما تجاه بقية المدينة التاريخية وخاصة مدينة الزبيد وشبام التاريخيتين الاجتماع أيضا أقر تشكيل لجنة برئاسة القائمة بأعمال وزير الثقافة هدى أبلان وعضوية الجهات المعنية ذات العلاقة لتولي مراجعة التقرير وصياغة رؤية متكاملة تتضمن الإجراءات المطلوبة لحماية مدينة الصنعاء القديمة على أن يتم رفع الرؤية إلى رئاسة الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها الاجتماع أكد على السلطة المحلية بأمانة العصمة ومدرية الصنعاء القديمة التعاون مع الهيئة العامة للمحافظة على المدينة التاريخية وإزالة كافة الاستحداثات ووقف أي مخالفات مشوهة بما في ذلك البناء العشوائي حضر الاجتماع القائم بأعمال أمين عامي مجلس الوزراء محمد علي سوار